فيما يتعلق بالتفضيل يعني اليهود كانوا موجودين بالمدينة ومرة من المرات كان يهودي يحلف يقول لا والذي فضل موسى على العالمين فسمعه أحد المسلمين فلطمه وقال له لا قل والذي فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين يعني أصابته الغيرة فذهب اليهودي يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم وعاتبه ليش تلطم هذا الرجل فأخبره بالخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى فإنني أبعث يوم القيامة أكون ينفخ في الصور فأكون أول من بعث فأجد موسى قائما قبلي فلا أدري هل بعث قبلي أم جوزية بصعقة الطور يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد موسى قد بعث قبله لا يدري هل أن موسى لم يصعق أصلا واكتفي بالصعقة الأولى لما طلب أن يرى ربه أم إنه قد بعث قبله فيتكون هذه فضيلة هنا يعني هذا الذوق هذا اللطف هذا السموء من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أظهر خصيصة لموسى مثل خصيصة التكليم إن الله تعالى كلمه وهذا لا يعني أن موسى أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ففي الجملة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى وأفضل من جميع النبيين ولكن هذا لا يمنع أن يكون لموسى فضيلة يتم أظهارها في وقت من الأوقات لألا يكون السياق كأنه منافسة بين الأتباع والأتباع تجعل أن فئة يحتقرون النبي الآخر يعني المسلم الذي لا يؤمن بموسى ليس بمسلم أو ينتقص موسى ليس بمؤمن وإنما ينبغي أن نؤمن بموسى ونعظمه كما نؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعظمه مع معرفتنا بفضيلته عليه رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر ترجمة نانسي قنقر